السلام عليكم ازايكم الحلقة دي من اخطر الحلقات اللي انا هكلمك فيها وفي نفس الوقت فيها كمية اخبار واحداث مختلفة تم تجنبها عن عمد في الاعلام مصري ودي بقى فايدة الاعلام الغربي يجي يقولك ايه اللي بيحصل على حدودك وفي سياساتك الخارجية ما بتسمعوش عندك هنا في الاعلام بتاعت مع ان الحاجات دي في منطقة خطورة ولازم الشعب يعرفها ما بيجيش سريتها لا في صحف ولا وكلات انباء ولا اي حاجة نبتدي منين؟ نبتدي من الحدود المصري الاسرائيلية الحدود المصري الاسرائيلية امبارح اشتعلت اشتعلت كانت من اكتر الليالي اشتعلن امبارح في تاريخ الحدود شوفت دي؟ في تاريخ حدودنا مع الصهينة دي كانت من اكتر الليالي اشتعلن ايه اللي بيحصل؟ الحقيقة الموضوع كله يبتدي ان حدودنا مع الصهينة معروف تملي ان في مهربين بيحاولوا يختاركوها ويتسللوا من عليها عشان يخش جوه اسرائيل وجوه اكتبان الصهيوني يبيعهم مخدرات والحشيش بتاعه ليه؟ لان المخدرات والحشيش ده لو بيتم بيعه في اسرائيل المهربين دوله تجار المخدرات بيكسبه دهب انت عارف الصهاينة بيشمه كتير اكتر الشعوب اللي هي بتشم يعني فلو بعت الحشيش بتاعك داخل اسرائيل هتبيعه بالدولار مش هتبيعه بقى بالجنيه هتبيعه بالدولار وهتكسب دهب وحبزه بقى لو انت قصر نواجد الموضوع دينيا يعني ايه يكالي بقى لك طلبان مثلا في افغانستان من اكتر الدول اللي بتزرع مخدراته ببيعه استنادا ان احنا ببيع المخدرات دي للغرب اللي هو الغرب اللي هو مش مؤمن بالاسلام واللي هو مش مؤمن بالعقاد بتاعتنا فاحنا بنيزيهم حبزه بقى لو مهربين دول يبقوا نفس العقيدة دي بتاعة طلبان او بتاعة داعش او كده يعني اللي هم مين؟ بتوع داعش على فكرة انا بقولكش كل المهربين بتوع داعش بس انا بقولك حبزه يعني يعني فلنفرد مثلا بيزرعوا الحشيش والمخدرات يبيعوا الحشيش ده داخل اسرائيل الحقيقة القوات الاسرائيلية ما بتعرفش تزبط كل الشحنات اللي بيتم تهربها داخل حدودها بس بتحاول تمسك على قد ما تقدر والشرطة المصرية والجيش المصري بيحاول برضو يكافح بعمليات زراعة المخدرات وتهريب المخدرات دي على قد ما بيقدر برضو بس خلي بالك احنا بنتكلم على سرعة استحالة قضاء عليها مخدرات دي والحاجات المخدرة استحالة قضاء عليها ممكن تحاربها على قد ما تقدر بس مش هتعرف يعني مش تعرف تقضي عليها نهائيا وإيه لك اتأمريكا قدت عليها امريكا برضو بيتم عندها عمليات تهريب غير طبيعية نرجع للموضوع الجيش الاسرائيلي من ساعة فبراير 2018 بتدى يكتشف ان الشحنات اللي بيتم تهربها داخل حدود الاسرائيلية الصنف بتاعها عالية خد بقالكم فبراير 2018 ده لما ابتدى الجيش المصري يشن عملياته على تنظيم داعش داخل سينة واربط الكلام فابتدت كوات الاسرائيلية او الكوات السهيونية ابتدت تكتشف ان الشحنات اللي بيتم زبطها ما بتبقاش ماري جوانا او الحشيش اللي هو في المعتاد بيتم زبطه لأ ابتدوا يشوفوا ان الصنف مجودته بتعلى مش كده وبس كميات بتكتر اخد بالك من الكلام الكلام هنا ابتدى يبقى خطر فالي بيحصل ابتدوا يكسفوا نشاطاتهم على الحدود مع مصر ده الكوات الاسرائيلية بحيث ان هو هيتم زبط اي حد بيحاول يتسلل داخل الحدود ياما بقى يقتلوه ياما يزبطوه وهكذا إلا ان الكوات الاسرائيلية اكتشفت نوعه جديد من التهريب بقى إيه اللي بيحصل تيجى عربية اخد بالك من الكلام الخطير جدا تيجى عربية تمشي في محاذاية الحدود من مصرية الاسرائيلية وتقوم رمي شحنة ضخمة جدا انا ما عرفش بيرموها ازاي يعني انا الحتة دي مش فاهمها يعني ايه يرمو شحنة 100 كيلو جرام بيقدروا يرموها ازاي تعدي من الحدود او تعدي من الاسلاك الشائكة مش قادر استوعب بس بيقولك بيرمو شحنة عالحدود ويمشوا لا بيختاركوا ولا بيتحاولوا يتسللوا ولا اي حاجة هم بيرمو الشحنة دي ويمشوا عربية كده تبقى ماشية وتمشي اكيد لما بيرموها مش بيرموها في حتة شديدة الحراسة لا هم بيفضلوا يشوفوا اضعف حتة ما فيهاش حراسة جمدة يعني ويقوموا رمي الشحنة دي واكيد في متعاونين من الجانب الصهيوني بيشوفوا الشحنات دي اترمت فين ويروحوا ياخدوها واخلي بالك من حتة دي ايه هو مش عاوز يعرض نفسه للقتل واضح كده ان هو اتقتل كذا مرة سواء من هنا سواء من هنا سواء من الجيش المصري سواء من الجيش الاسرائيلي اتقتل فقالك انا مش هفترك الحدود انا حرمي الشحنة واطل عجلي فيه حد تاني هيجي اخده فالله حصل ان ابتدى الجيش الاسرائيلي بالذات من نوفمبر هد بقالك بعد من نوفمبر لحد الايام دي ابتدى يشوف الحركات دي ما فيش عمليات اختراق فيه عمليات رمي شحنات ففي نوفمبر ابتدوا يكتشفوا ان الشحنات دي بتحتوي على هروين كوكاين مخدرات من اصناف غالية جدا جدا وابتدوا يقبضوا او يمسكوا الشحنات دي على قد ما بيقدروا فالحقيقة ان الشحنة لما بتترمي فيه حاجة اسمها شرطة الحدود الاسرائيلية غير الجيش الاسرائيلي شرطة الحدود بتمشي دوريات كده فاكتشفوا شحنة مرمية على الحدود الاسرائيلية فقامت هالفرقعات هالمخدرات يعرفوا يعني فنزل اتنين زباط من العربية يشوف الشحنة شافتهم كتيبة اسمها كاراكال كتيبة كاراكال دي هي مسؤولة عن حراسة الحدود المصرية الاسرائيلية على فكرة انا مش جاي بالكلام ده من عندي ده كله طالع من طايمة اسرائيل اول ما شافت شخصين معربية وقفة وجنبيها شحنة ضخمة اتكروا ان هم دول المهربين وبيحاولوا يتسللوا فقامت الكتيبة الاسرائيلية دي قتلت الاثنين زباط بتوع الشرطة الاسرائيلية ده قتلوهم ضربوهم في رأسهم وقتلوهم ساعتها قامت تحقيقات كبيرة جدا جدا بخصوص الموضوع ده وازاي ان الجيش الاسرائيلي يقتل الشرطة الاسرائيلية فكانت تحقيقات اصفرت كلقاتي ان الجيش الاسرائيلي مش مسموح لان هو يروح بكوات كبيرة جدا على الحدود وقامت الجيش المصري يفتح عليه النهار مينفعش ان هو جيش بعداد ضخمة يروح فجأة كده على الحدود فهو بيشتبه من بعيد العربية دي ماشي ازاي عشان كده اسمها شرطة الاسرائيلية مش جيش فهو بيشتبه بالعربيات كده فيقوم ايه قتلهم مينفعش يروح بأعداد فجيش الدفاع الاسرائيلي او جيش الدفاع الصهيوني او اي حاجة عز تقول عليها ابتدى يغير قواعد الاشتباك على الحدود مع مصر خد بالك الكلام الكلام ده خطير جدا ابتدوا يغيروا قواعد الاشتباك ده اللي بيقولوا طايم في اسرائيل ازاي قالك الجيش الاسرائيلي امر قواته ان لما يشوفوا عمليات تسلل ما يقتلوش الناس اللي جوقهم ليه ممكن يطلعوا صهاينة بيشوف الشحنة فيسببوا فيهم خسائر او اصابات انهم ما يقتلهمش يعني لو شاف عربية يفجر العجل بتاعها يضرب الناس في رجليهم انهم ما يقتلش الناس دي وده اللي حصل امبارح انت عارف امبارح خد بالك بقى من الكلام عارف امبارح كان محاولة تسلل للحدود الاسرائيلية تسعة تسعة تسلل وشحنات بتترمي تسعة ده كوارث وهقولك على حاجة قيلها موقع العربي يعني موقع العربي ده اخواني اصلا بس هو العربي الجديد بيقولك ان الشرطة الاسرائيلية شافت عربية عليها سلاح مش سلاح مثلا كلاشنكوف اللي هو آلي مثلا او حاجة زي كده اللي هو بيبقى فوق العربيات انما مش سلاح كلاشنكوف شافوا عربية عليها سلاح رامت شحنة على حدود الاسرائيلية ده من ضمن تسعة محاولات فالشرطة الاسرائيلية قامت عربية قامت راحة للشحنة دي واول مراحض فتح جيش الدفاع الصهيوني النار على العربية بتاعت الشرطة بس مقتلش الاثنين زباط اصاب الاثنين زباط دول وفجر العربيات على طريقة قواعد الاشتباك الجديد بس خد بالك ان العربي الجديد بيقولك الصهاينة شافوا عربية عليها مدفع رشاش او السلاح كبير اللي بيستخدموا مين؟ مين اللي مع اسلح كبير في سيناء؟ داعش داعش هو اللي معها الاسلحة دي ومعها العربيات دي فرمى الشحنة فالصهاينة لما راحوا ضربوا بعضك العادة بس الاثنين زباط مماتوش انا عاوزك تاخد بالك من رقم بتاع الشحنة الشحنة دي تقدر بكامل قالك والله الشحنة او اجمال الشحنات اللي تمسكت مبارح ربعمائة كيلو جرام خد بالك من الوزن ربعمائة كيلو جرام بكامل اثنين ونص مليون دولار ثانية واحدة عشان بس يعني نعقل الكلام مع بعض سواء بقى انت مقتنع برواية الصهاينة ان كان في عربية عليها مدفع ميم طه او مش ميم طه او اي نيلة سودة ده حصل او ما حصلش اللي مثبت الشحنة اثنين ونص مليون دولار في ليلة طب بقى الليلة بيحصل فيها ايه؟ ده حاجة تاني حاجة اثنين ونص مليون دولار ده اللي تمسك طب اللي ما تمسكش قد ايه؟ يا جماعة مخدرات دي مش كلها راحل عصابات مخدرات دي راحل مين؟ داعش داعش لما يجيله فلوس الظهر كده ان داعش يعني اتخنق جامل فحيقوم يعمل ايه؟ هياخد الفلوس دي؟ هجيب بيها اسلحة ولو جيت تفهمني ان مصر قفلت جميع المنافذ الفلوس بتفتح اي منفذ مش رشوة لأ بس هتلاقي السلح اللي انت عاوزه في اي بلد تانية حوالينا؟ معك فلوس؟ هتلاقي حاوز تفهمني يعني ليبيا فاساش عصابات عندها اسلحة؟ عنديها دة انت داخل مصر عندك عصابات بيبيع سلحة حاول تفهمني ان هما مش هيبيهها اسلح؟ هيبيعها وسلحة صايح مش سلح متطور بس حاجة مهمة عمليات تهاريب المخدرات دي خطر علينا احنا مش خطر على الصهاينا يعني الصهاينا مش ده الجزء اللي بتكلم kicks احنا بتكلم الفلوس اللي حجلنا دي او حتيجي للمهربين يشوف حعمله فيها ايه؟ ده نفس فكر طلبان ودعش والحتى دي لازم الجيش المصري يشوف حل في عملية التهريب دي انا مش واقف عند ان الجيش الاسرائيلي ضرب في الشرطة الاسرائيلية موتو ناس ولا موتوش ناس الحادثة دي لا تعنيني الاتنين على بعض يموتوا بعض انا مش فارقة عندي انا فارقة عندي الفلوس اللي دخلنا دي او اللي دخلت بلد دي هتروح فين خاص؟ ده حاجة تاني حاجة وحاجة مهمة جدا حصلت الايام اللي فاتت دي ايه اللي حصل؟ ده موقع اخواني معهم قناة الجزيرة او موقع قناة الجزيرة بس اللي هو بالانجلش ومعه جرنان العربي فاتحين كمية هجوم على مصر غير طبيعي غير طبيعي وانتو ازاي يا التحاد الاوروبي تعملوا كده والالتحاد الاوروبي ده وحش جدا ازاي بينصر نظام السيسي وحاجة كلام بقى اللي انت عارفوا ايه اللي حصل؟ بس تبقى عارف انت دولتك ماشي صح ولا غلط اللي حصل ان في مؤتمر اسمه GCTF اللي هو يعني ايه؟ يعني Global Counter Terrorism Forum منتدى مكافحة الارهاق العالمي المنتدى ده مكون من 30 دول ماشي؟ 30 دولة اللي هم اهم دول في العالم تقريبا يعني عندك روسيا عندك امريكا عندك الصين عندك السعودية ومصر والامارات الجزائر المغرب كل الدول تقريبا اللي هي القوية موجودة في المؤتمر من الى يترقص المؤتمر ذا؟ يترقص المؤتمر دى هو حاليا فى دورته الحالية المغرب وكندا كندا رشحت المغرب واخديتها معها فى المؤتمر حقيقة ان اللي بيترشح للدورة الثانية للمؤتمر اللىik على فكرا مكرو فى نيوايوج خد بالك من حاجة دى اللى يترشح للدورة التانية هو الاتحاد الاوروبي ومعاه الكوشير أو الشريك بتاعه مين بقى؟ التحاد الأوروبي اخد مصر كشريك لرئاسة مؤتمر الـ Global Counter Terrorism Forum أو المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب هل المؤتمر ده مهم؟ طبعا مهم ده الدول بتوعب مع بعض 30 دولة دول بيعودوا مع بعض ويعودوا يناقشوا الظروف اللي حربوا فيها الإرهاب كان آخر التكتيكات الإرهابية إيه وآخر الاستراتيجيات اللي توصل لها الإرهابيين مصادر تمويلهم يعودوا يشاركوا بعض الخبرات الإرهابية مش بس كده خد بالك هما بيحطوا سياسات لمكافحة الإرهاب لما الاتحاد الأوروبي يشارك مصر أو يختار مصر كشريك لرئاسة المؤتمر ده مين اللي حيصوت الإخوان؟ لأن على فكرة Middle East High موقع على العرب الجديد ويعتبر برضو المناصر لهم قناة الجزيرة صحيح مش على قناتها بس الموقع بتاع جزيرة إنجلش كن هما يشنوا هجوم على مصر لرئاساتها المؤتمر ده لازم تعرف ان هما حيتنفهوا وهيتم وضع سياسات لمكافحة الإرهاب منها الإخوان المسلمين ما قال الإخوان المسلمين دول مش تنظيم عادي لأ ده تنظيم إرهابي صحيح مش كل الدول مصنفات تنظيمات إرهابية بس لما مصر تبقى موجودة على رأس المؤتمر ده هتدخل الإخوان في الموضوع وعلى فكرة طلع وزيري الخارجية سامح شكري قال ده شرف لنا إن احنا هترقص المؤتمر بس طبعا هجوم غير طبيعي على مصر إنها تترقص مؤتمر للإرهاب وإنها هتجيب سرط الإخوان في الموضوع مش كده وبس تكلم على الاتحاد الأوروبي اللي كل المواقع الأوروبية بتشن هجوم عليك في مجال حقوق الإنسان ده قبل غرد على أي حد يشن هجوم على مصر في مجال حقوق الإنسان ده ليه؟ يا بشد الاتحاد الأوروبي رشحك إن انت تبقى شريك في محاربة الإرهاب يعني معنى كده اللي انت شايفه هم شايفين وهو معنى كده يعني واحد قال لك ده شريكي في محاربة الإرهاب يبقى إيه؟ والمؤتمر ده الإعلام مصري ما جابش سرطه إراق يبقى ومحدش تتكلم عنه والمقالة دي نازل يوم 27 إنبارح بلاش الإخوان وقناة الجزيرة بتقول لك لا ده في حاجة غلط أنت بتتكلم أن مصر هتستضيف كمة المناخ اللي هي الـ COP27 اللي هي كمة المناخ اللي كانت لسه موجودة وجي فيها جو بايدن وانتقد الصين والكلام ده كله هتحصل في مصر فقال لك لا ده تاني حدث دولي مصر تشارك فيه ويبقى لها دور بارز في نفس السنة سنة 22 دي رغم كل الانتقادات بتاعت الإعلام الغربي كل الاتحاد الأوروبي نفسه بيقولك ده شريك ليه وأنا مش شايف بقى الحاجات اللي انت قلتوها الكلام الفرج اللي انت قلتوه في مجال حول الإنسان والكلام ده كله قبل غرد كمة المناخ لما تحصل عندك في شرم الشيخ ده قبل غرد إن انت حد استراتيجي قوي جدا واوعى تنسى ان انت لسه إدارة جو بايدن لسه موافقالك على صفقة باثنين ونص مليار دولار واوعى تنسى الحتة دي حتة مهمة جدا ليه نات برايس امبارح تاني شوف تاني اتسأل في مؤتمر صحفي تاني واحد بيقوله احنا عوزين نعرف المية وتلاتين مليون دولار اللي إدارة جو بايدن اقتطعتها دي داخلين في صفقة اللي اتنين ونص مليار دولار ولا لأ ماشي؟ على فكرة ده نفس السؤال اتسأله قبل كده اتسأله تاني تاني نفس السؤال لنفس الراجل نات برايس ده متحدث باسم وزارة الكارجية الامريكية فقال لهم على فكرة ورد على الصحفي قال له على فكرة انا لما يكون عندي معلومات جديدة اقولها لك بخصوص المية وتلاتين مليون دولار دول الإدارة جو بايدن اقتطعتهم من الإدارة المصرية اول ما يكون عندي حاجة جديدة احقول لك عليها انما انا ما عنديش اي حاجة اضيفها بخصوص المية وتلاتين مليون دولار الامريكان نفسهم ونوابق كونجرس مش فاهمين المية وتلاتين مليون دولار داخلين في الصفقة باثنين ونصف مليار دولار ولا لأ وعملين يكلموا انتوني بلينكن وزارة الخارجية وضح لنا طب لو انت مودتهاش لمصر محتفظ بيا ليه ايه معناها ان انت تخلي عندك مية وتلاتين مليون دولار وبعت لهم صفقة باثنين ونصف مليار دولار كل ده عشان امريكا تحت التهديد عشان حرب عالمية فمش عاوزة تخسر حلفائها خالص وانت دورك دلوقتي في الخطة البديلة اللي دم دعوة امير قطر لما انا جيت قلت لك امبارح دع امير قطر ان هو يروح البيت الابيض ويعلن اعلان هام ان قطر مستعدة لتوريد الغاز في حالة قيام روسيا بقطع الغاز عن اوروبا فاكيد اكيد الدولة اللي هتعمل كده انت عندك شريك اساسي اللي هو مصر اللي هو اكبر كمان في توريد الغاز السنائي دي خلي بالك انت حققت معدلات تفوق قطر في تصدير الغاز السنائي دي فاكيد انت محتاج تردير فاللي حصل ده انت صار جامد جدا لإقدارة مصرية من قبل الاتحاد الأوروبي من قبل الإقدارة الأمريكية لان انا لم اعتقدش خلي بالك المنظمة اللي هي الجي سي تي اف دي مقرها في نيويورك امريكا لو مش عاوز الكلام ده يحصل مش هيحصل خلاص ده حاجة تاني حاجة وحاجة مهمة جدا لازم توقف عندها ان انت بصلا الاتحاد الأوروبي ده عنده معاك مشكلة وهي ايه المشكلة يا باشا ان دلوقتي الاتحاد الأوروبي ده جي قال لك على فكرة مصر مش نزيهة معانا او مش صريحة معانا في المنافسة التجارية وراح اشتكاك في الWTO او منظمة التجارة العالمية ليه قال لك والله يا اصل مصر منع السلع الأوروبية واحنا ابتدينا نلاحظ في انخفاض معدلات تصدير السلع الأوروبية لمصر مصر فرضة جدار كبير جدا في تصدير السلع الأوروبية ليها وسماح للسلع الأوروبية بدخول أراضيها طب مصر عاملة كده ليه عشان بس تتبقى فيها مصر عاملة كده لان السلع الأوروبية دي بتتصنع في مصر خلاص فمش عاوزة دخول السلع الأوروبية ينافذ مع السوق المصرية او السلعة المصرية فعمل جدار حاجز كده عشان تحمي السلعة المصرية والتجار المصريين يعرفوا يقوموا بالسلعة بتاعتهم وصنعاتها على اجمل وجه لان انت معلش ثاني واحد انت لو قدامك المصري قدامك الاوروبي مش هندحك على بعض بص انا صريح معك قدامك سلعة مصرية قدامك سلعة اوروبية هتعمل ايه هتشتري الاوروبي يقولك ده جودته احسن لحد ما المصري يشم نفسه والجودة بتاعته هتبقى جيدة ده اللي عاوز ايه مصري تعمله والحكومة عاوز تعمله انها تحمي المنتج المصري لحد ما يبقى في نفس جودة المنتج الاوروبي وساعتها هدخل يا عم المنتجات الاوروبية الاوروبيين قالك لا انت عارف التقرير اللي طالع بيقولك قد ايه نسبة الخفاض بيقولك لاحظنا 40% انخفاض في بعض السلعة 40% ده رقم ضخم جدا جدا فقالك الحكومة المصرية مش نازيهة او مش صريحة في منع دخول منتجات اوروبية لاراضيها وشكوى وقدمها في منظمة التجارة العالمية وبص بقى على اللي بيحصل عندك منها مقدم فيك شكوى ومنها ماخدك شريك ليه لجي سي تي اف على فكرة اللي مقايد الدعوة دي بتاعت الاتحاد الاوروبي ان انت تبقى شريك معايا في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب فرنسا لان فرنسا هي اللي بترقص مجلس الاتحاد الاوروبي حاليا فهيا دي ومشالله برضو اللي بقوله فكرة هم اللي بيقوله هي دي صاحبة فكرة وماكران هو صاحبة فكرة ان يدعو السيسي او يدعو مصر تبقى شريك لرئاسة الجي سي تي اف او منتدى مكافحة الارهاب العالمي او الدولي الاخر دي كانت ابرز الاخبار اللي مش هتسمعها في الاعلام مصري حشكي ابسلتها خالص وده انتصار رهيب جدا جدا سياسيا خارجيا ردا على الدعاءات جاريت الجاردن البريطانية اللي هتلك فيه تعزيب في السجون والفيديو اللي طلع والكلام في فرق ده والولد اللي قاعد برا اللي عمال يكلم الجرائد الاجنبية ده ويكتب مقالات ردا على كل الحاجات دي مصر انتصرت انت ماشي صاحة وحنفضل ماشيين صاحة مش افضل حاجة مش اعظم حاجة بس ماشي صاحة ان شاء الله هنوصل ويا رب نصل مصر تحية مصر انا فكرة الحلقة الجاية مهمة جدا سلام يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابة حميك يا رب العالمين من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي